بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف قلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم البادئات البريفيكسية عبارة عن تصغير الوحدات القياسية ويعرض الجدول الآتي بعض هذه البادئات ويمكن الحصول على مقادير صغيرة أو كبيرة من وحداته لكن تحتاج إلى بادئات قاصة مثال الواحد كيلو متر مكتوبة هنا طبعا مية وثلاثة لكن هي عشرة وثلاثة متر عشرة وثلاثة متر دي الجدول الجدول ده بيعرض بعض البادئات هناخد مثلا الجدول ده لو خدنا العجزاء الأول اللي على اليسار عشرة أس ماينس ون دي عبارة عن الديسي عشرة أس ماينس اتنين بسموها سنتي عشرة أس ماينس تلاتة بسموها ميلي مقطع ميلي عشرة أس ماينس ستة مايكرو عشرة سالب تسعة نانو عشرة سالب تناشر بيكو وهكذا في عشرة سالب خمستاشر فهمتو تمام دي عبارة عن أجزاء من الوحدات ايه المقابل مثلا للبيكو البيكو عشرة سالب تناشر المقابل لها عشرة سموجة تناشر لها التيرة على اليمين من فوق العشرة السلب 9 مقابل لها 10 سموجة اللي هي الجيجا العشرة السلب 6 اللي هي المايكرو مقابلها 10 سموجة ب6 اللي هي الميجا العشرة السلب 3 اللي هي الملي مقابلها الكيلو 10 سموجة ب3 العشرة السلب 6 عشرة السلب 2 اللي هي السنتي مقابلها 10 سموجة ب2 اللي هي الاكترو واخر حاجة العشرة السلب 1 مقابلها 10 اللي هي الديجا طبعا عندي اسمها الباديات الحس التقديري هو استخدام المنطق في تقدير النتيجة وعدم الاعتباد على أي آلة حاسبة دون تفكير بمعنى أنت لا يمكن أن يكون عندك منطق نحن عندنا عشان نحل بعض المسائل يجب أن نأخذ في اعتبارنا الآتي أولا أكتب المطلوب أحول المسألة بتاعتي إلى أرقام المنطق اللفظي للمسألة اللفظية دي أحولها إلى أرقام بمعنى أنا بيبع عندي معطيات أكتبها كده أدي المطلوب بتاعتي مثلا وأدي المطلوب في المسألة أوجد العلاقة بينهم العلاقة بين التنين العلاقة بين المطلوب والمعطيات اللي بيربط بين المطلوب والمعطيات قانون أنا أستخدمي القانون المناسب وحاجة مهمة جدا مهمة جدا فلازم نقف في اعتبارنا الوحدات ما ينفعش أنا أستخدم وحدات غير متجانسة غير متجانسة لا أنا استخدمت النظام العالمي الوحدات يبقى كل كميات الفيزيائية تقاس بالنظام العالمي الوحدات ثم بعد أعمل حساباتي أنا ثم أناقش في دماغي كده في مقي منطقية الإجابة المنطقية يلي هو الحس التقدير تمام يجب أن يكون لدينا حسا تقديريا أثناء تقديم منطقية النتائج الحسابية دون اعتمادا كليا على الأهل الحاسبة أو اعتماد على الحس الفطر بمعنى إيه ناخد مثال إيه المثال أنت عندك حسبت المسافة بين أبا والرياض وقلت والله تساوي خمسة كيلو متر مش منطقي ليس من منطق أن تقول مسافة بين أبا والرياض تساوي خمسة كيلو متر حسبت سرعة مثال آخر حسبت سرعة سرعة مثلا سيارة وقلت وجدتها بعد الحسابات للأستمائة كيلو متر في الساعة لا مش منطقي يعني معروف أن أعلى سرعة هي الضائرة البوينغ تسعمية أربعة وثلاثين كيلو متر في الساعة كان قبل كلا الكونجورد الفرنسية ألفين كيلو متر في الساعة ودي طلعهم من الخدمة عشان أثرت على الجو بالسلبية وأثرت على البيئة بالسلبية ثم حاليا القطار الرصاصة اللي هو القطار بيسموه المعتمد على مواد فائقة التوصيل إخضاء الرصاصة ده لماكليف تريم سرعته 435 كيلو متر في الساعة يعني إذا لما تحسب أنت سرعة السيارة ويقول لي 600 كيلو متر في الساعة ده كلام الصح ليس منطقيا ليس من المنطق عن تكون السرعة بهذه المقدار لكن أنت أجدتها 100 كيلو متر ممكن 120 كيلو متر 80 كيلو متر ممكن تمام يبقى لازم منطقية الإجابة تقريب النتائج يمكن تقريب النتائج فيمكن تقريب النتائج في التجارب العادية حسب المسموح به من تقريب مثلا أنا عندي الرقم ده أو الرقم ده مكتوب زي كده 2.4632143 أممكن تقريبه إلى إيه إلى 2.46 لأن الثلاثة عقل من الخمسة ولا تقرب خلاص يبقى إحنا مش هنقرب الثلاثة يبقى حتبقى والسكس ممكن تقرب إلى إلى 1 تمام يبقى ممكن نكتب الرقم ده 2.5 أو 2.5 لأن 6 وربعين من مية قربناها إلى 50 لبالتالي 2.5 في تطبيقات على وحدات القياس الضول والكتل مثال أنا عندي مثال زي كده جسم طوله 350 سنتيمتر إيه طوله بالكيلومتر عاوجين نحول من السنتي إلى الكيلومتر أهو أدي الحل أولا نحول الطول من السنتي إلى المتر دول الأول أنا عندي بدأ ما أحول يعني ممكن من السنتي لكن ممكن للسهولة أنا بأعملها على خطوات للسهولة ولا الضيق أحول أول من السنتي الى المتر. لان فيه علاقة مباشرة بين السنتي والمتر. المتر عشرة اثنين من السنتي. عشرة اثنين سنتي. يعني المتر فيه مئة سنتي. انا عندي تلتمية وخمسين سنتي متر. عايز احول المتر. يبقى اكسم على مية. يبقى تلاتة ونصف متر. طب عايز احول المتر الى كيلو. في علاقة مباشرة بين المتر والكيلو. الكيلو متر الف متر. يعني عشرة ستلاتة. يعني اكسم انا على الف. يبقى تلاتة بوينت فايف. مضروبة في عشر أو سالب ثلاثة كيلو متر يبقى لما حول الجسم ده لو طوله تلتمية وخمسين سنتي بحوله الى كيلو متر التلتمية وخمسين ستة تتحول الى سري بونت فايف مضروبه في عاش سالب ثلاثة كيلو متر حجم اذا كده الواحد لتر اللتر طبعا الف سنتيمتر مكعب يعني كام السنتيمتر مكعب يعني كام الف ملي متر جسم حجمه خمسة وسبعين من مية سنتيمتر مكعب عايزين نحسب حجمه بملي متر المكعب اهو الالف سنتيمتر مكعب الف ملي متر مكعب السنتيمتر مكعب تمام عايزين نحسب الحجم ده نحسبه ازاي اهو انا عندي واحد سنتيمتر مكعب يساوي كام يساوي عشرة ملي متر مضروبه في عشرة ملي متر يعني مضروبه كام لان السنتي كام ملي عشرة ملي فانا عايز احول السنتي مكعب الى ملي متر مكعب الواحد سنتيمتر مكعب تساوي الف ملي متر مكعب يعني عشاء السموجة بتلاتة انا عايز احول السنتي المكعب طبعا من فوق مكتوب الواحد لتر ناخد في اعتبارنا ان الواحد لتر هو الف سنتي متر مكعب يعني الف ملي متر الف ايه? الف ملي لتر. الف ملي لتر. ملي لتر مش ملي متر الف ملي لتر. هنا احنا بنحاول نحول السنتي المكعب الى الى الملي متر المكعب. يبقى الخامسة سبعين من مية سنتي متر مكعب عشان نحولوها للملي متر مكعب اضربها في الف. يبقى سبعمية وخمسين ملي متر مكعب. الكسافة كترة واحدة الحجوم للمادة ودي وحدتها جرام لكل سنتي متر مكعب او كيلو جرام لكل متر مكعب. كسافة الماء واحد جرام لكل سنتي متر مكعب او الف كيلو جرام لكل متر مكعب. كسافة الغازات طبعا تقاس بجرام لكل لتر عشان سنية صغيرة بالنسبة للسوائل والمعادل المواد السلبة. مثال لو عايزين نحسب كسافة الكحول. الكتلة ده ستة وسبعين بوينت فايف جرام. وحجمه ستة وتسعين بوينت ناين ملي ملي لتر. الكسافة السوي كتلة على الحج. يبقى نحكسم اقول كتلة اللي هي ستة وتسعبين بوينت فايف على ستة وتسعين بوينت ناين تديني زيرو بوينت سيفن ايت ناين جرام لكل ملي لتر. تمام? احنا احنا نكتفي بهذا الخضر. لكن نأرض الملخص ان العلماء يستخدم العلماء طريقة او اسلوب تحليل الوحدات للتحقق من ان وحدات الاجابة صحيحة. ولتعميم النتائج يستخدم وحدات القياس متفق عليها اللي هو النظام الدولي للوحدات. فالجودة للقياس وهو عبارة عن مقارنة كمية مجهولة باخرى معيارية متحرين درجة الاتقانية درجة الدقة في القياس. الدقة والضبط الذي يصف القياس طبعا بيصف كيفية اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس لاجات خطأ القياس. ده عبارة عن ملخص هذا الجزء. شكرا لكم.